طبعا مشهد يعني معبر عن قطاع من المجتمع التركي قرر ان يذهب لهذا المسجد في هذه اللحظة ليقول كلمة دينية تحمل ابعادا سياسية لكن لم يكن هذا هو الشكل في شوارع اسطنبول ويمكن الزملاء امبارح نقلوا لحضراتكم الاحتفالات العادية لعموم وجموع الشارع التركي بشكل طبيعي زي اي احتفالات لاي شعب اخر لكن بالتأكيد في قطاعات مؤيدة للرئيس اردوغان شاءت ان تكون هذه رسالتها وان يكون مسجد ايا صوفيا او كنيسة ايا صوفيا السابقة هي مقر اعلان هذه الرسالة الدينية السياسية وفي النهاية كل شخص في اسطنبولة بات مستريحا من شاء ان يكبر كبر ولم يمنعه احد ومن شاء ان يقول الشهادة اعلن كلمة التوحيد ولم يمنعه احد ومن شاء ان يرقص على الموسيقى والانغام فعل ذلك في وسط الشارع ولم يمنعه احد والاخطر والاهم ان لا احد من كل هذه الاطراف قال للتاني انت ما تيجي معانا انت هتوقف طرقس ليه ودي واحدة من اهم الدروس المستفادة من التجربة الديمقراطية التركية يعني الناس اللي كانت في المسجد ما نزلتش اتا كده ده فيه عاملين مراقص ومغاني تعال يا استاذ نشوف الكلام ده نعمل فيه ايه زي ناس نعرفهم كده لا عادي انا النهاردة نشرت فيديو اتخده حد من الاصدقاء لواحد من الشيوخ واقف بيرقص بكل على الموسيقى وبكل سعادة وبكل انسجام واقف فوق عربية كمان يعني الراجل اللي قط الفيديو وهو الراجل واقف فوق عربية يعني بيرقص رأس متحرك وشيخ ومعمم وحاجة فخرة ده تعبير ومكان للتعبير وفيه رسالة وده تعبير ومكان للتعبير وفيه رسالة الاهم على الاطلاق ان تركيا تحتمل الرسالتين وتستقبل المجموعتين وتعتقد ان الكنين جزء اساسي من الشعب التركي طبعا احمد ربما لو انتقلنا الى صورة